اشتركوا في القناة هذه فورة الدم ممكن تحدث من واحد أو اذنين لا يمكن نحافظ على الشعب العراقي علاقتنا معه متينة كما علاقتنا مع القيادة الوطنية سابقا علاقتنا مع الشعب العراقي قاطبة بكل فئاته من أرقم يمكن ولا يمكن أن نسمح أن يتعرضوا للأذى مهما كان هذه المجموعة معروفة مجموعة فاسدة من نتاج فساد نتاج احتلال نتاج برايمر نتاج الماسونية نتاج الصحيونية نتاج صليبية كل هذا نتاج عفن إلى آخر هؤلاء الذين نحاسبهم لا نحاسب كلمة منك أيضا للشباب المتحمس أولا بخصوص شعبنا وأهلنا في العراق الشقيق شعب بطل ومرحب فيه في الأردن ونعتز به وهؤلاء الذي أقول عنهم الذين هربوا من ظلم وجور حكومة بريمر على أرض الذي ذاقل أمر ريم أما هناك أشخاص موجودين على الساحة الأردنية لا مرحبا بهم ولا نرحب بهم ولا أهلا ولا أهلا الذين يبيضون الأموال ويحصلون على جواز السفر ورقم وطني ويتاجرون بدم الشعب ويقومون بتبيض الأموال وهم عبئ ومنهم ومنهم هؤلاء هؤلاء الذين اعتدوا على أبنائنا وعلى كرامة الأردنيين وشهامة الأردنيين وبالتالي هؤلاء يجب اتخاذ إجراءات أمنية بحقهم وهؤلاء يسيئون إلى الوطن وأمنه ومرتبطين وجواسيس لبريمر وغير بريمر والمالكي الذي يذبح الآن كما تعلم شعرنا في الأنبار وغير الأنبار كما علمت اليوم أن هناك اعتداءات على أسرانا في السجون العراقية فكيف يتناسب القول أن وزير السفير والأقول عنه السفير هذا المجرم البلطجي يقدم شكوى اليوم والسفير الوزير الخارجية يقول أن تم تحقيق بينما التقرير لجنة الأسرى تقول أن هناك اعتداءات ومضايقات على أسرانا الأردنية الذي أطالب اليوم بإطلاق صراحة فورا كردت فعل أولية على هذا الموضوع ولابد أن يتخذ إجراءات صارمة بحق هؤلاء بعدين هذا يجا يمثل الدولة العراقية هذا جاء يمثل الدولة العراقية فإذا هذا مثل هذا الشخص يمثل الدولة العراقية معناته على الأرض السلام بمعنى أن مالكي اللي وقع على وصادق على أعدام إن شاء الله نشوف في يوم إنه نوقع ونصادق على أعدامه كما وقع وصادق على أعدام الرئيس الشهيد صدام حسين في يوم عرفة وبالتالي يخوين مش معبرين حدا لأنه شعرين الحكومة الأردنية مش فالطة هاي السفير البريطاني والسفير الأمريكي وبصوله بالأردن الأردنية ما حدا سألها أخي طارق هل الحكومة الأردنية والدولة الأردنية متعقلة عاجزة عاجزة عن حماية أبناء هذا أمر في غاية خطورة إذا غير قادرة فأبناء العشار الأردنية اليوم تقول أننا قادرين على حماية أبنائنا والمنظر الذي يشهد استفز العائلات والقرى والأرياف وأبناء العشار وأبناء المدر وبتقول حكومتنا أنت مش قادرة تأخذ حقهم إحنا بنأخذ حقهم وبنحمل مسؤولية مجلس النواب عليه أن يتخذ القرار الصالح طب لماذا لا نعذر الحكومة هي أن تتفكر بعقل ومنطق ولا عقل ولا منطق هذه ظلت عقل ولا جبن هذا أنت يا سيد طارق والله لا أنا ولا أنت ولا واحد عنده إنسانية الإنسانية يشاهد هذا المقاطع التي شاهدناها خلال دقيقتين وثواني لا ستشعر له أبدانك هل الحكومة تطلع علينا بالحراكة وتصدر ناطق رسمي وحكومة وتقوم الدنيا وما بتقعدها على مواطنين أردنيين يعتدى عليهم بهذه الطريقة وهذه القزوة تصمت لماذا لماذا هذا كلام لا يمكن أن يرد وأنا بقول في هذه المناسبة موقف النقابة الأخي محمد أشكره عليها موقف النقابة مبارح كان عندنا احتفالية في قصر في مجمع النقابات كان موقف واليوم في قصر العادل توقف المحامين وألقوا كلمات وانتقلنا بأرواب المحامات إلى السفارة العراقية إن شاء الله ربنا بعيد المجد العراق والسؤدة للعراق وكرامة العراق اللي وقف معنا بقضايانا وبعروبتنا بإسلامنا وقدمنا المساعدات ثلو المساعدات لا يجوز أن يقال والله اعقلوا يا شعب الأردني لأنه بجوز بده يمر الخط البترول من معادلة النفط والكرامة يا أخي ما بدنا بترول ولا بدنا نفط بدنا كرامتنا والله لو طلع رئيس الوزراء اليوم على التلفزيون أو الناطق الإعلام وتكلم وأدانا لم يصدر إدانا يا أسا طارق ولم يصدر شطق ولم يصدر عنهم أي كلام هذا الشعب هايج لو شفت اليوم المحامين والمواطنين مش مخصورة اليوم عن المحامين الحراكات أخي إبراهيم شبت اليوم أمام السفارة انطلقت أنا ما قدرت أسيطر على وألقيت كلمة اليوم والناس هايجة من فعلة لأن الحكومة قصرت هذه بلدنا سيادة أردننا بلدنا حقنا حقوقنا كيف تحربونا منها وين نروح من ين نجا من يحمينا مما جرى زياد لو صار في شيء ومريض والله مسكين يعني كان قتل نسكوا الضيار ظلوا يدحجوا فيه بعدين نسكوا وحطوا على الطاولة بعدين خبطوه بديهم وبرجليهم ما عادي يستوعب شيء هذه هذه النسانية هذه حقوقها بمعنى في بلده في بلده معناته بيستهزوا الدول العالم تسقط حكومات والله تسقط حكومات في ظل اعتداء على المواطن شريط بتذكروا لما اعتدي عليه زعمة دول العربية تحركت والعالم كله ووباما الناتق الناتق رسمي اما مواطنات يهان الانسان اغلى ما نملو وظل كرامة وظل حقوق النا يا اخي طارق هذا النقاب اللي حكى عنها يا اخي محمد يجب ان نتخذ اجراءات ونتوقف عن العمل لحين اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ونمنع سفرهم واللي يذل اقول لك اللي سمح لهم بالمغادرة هو ينحبس وزير الداخلية بحمل المسؤولية وزير الخارجي بحمل المسؤولية الحكومة الاردنية بنحمل المسؤولية واطلب التحقيق بالمركز الثقافي كيف سمح والطريقة التي تم فيها اعطاء الاذن لاقامة عمل غير شرعي وغير قانوني وغير وطني وغير وطني ويتعارم مع الدبلوماسية ويثير الشارع الاردني احنا كفانا يعني احنا نقصنا نفتح جبهات داخلية في موضوع خلافي في موضوع العراق وما عراق وفكر حاله بالعراق هذا اليوم عمل الندوى بكرة شو بنتوا يعملوا كيف القسوة بالله عليك انه يمسك المواطن الاردني يظل يحملوا فيه ونزلوا يخبطوا ويرموا كيف مسكوا عن الدرجات دحضلوا عن الدرجات وين كلام راضي المقابلة اخي راضي اتفضل الو اياك الاخي راضي تحياتي استاذ طارح حياك الاسيدي طارق الموضوع اللي بدي احكي فيه احنا هذا الموضوع حتينا فيه اولي شو بحيي الاستاذ طارح العرموت وبحيي ضيفك حياك الاسيدي تحضل طارق انا بسال سؤال لما حصلت هذا الاجران حصل بالمركز الثقافي الملكي المواطنيين الوردنيين وين الدرج وين اللي احنا بننفق عليه الملايين يعني ما في شخص تحتر المؤسسة الاسكرية اكثر مني ولكن الان سؤالنا وين الدرج وزارة الداخلية ومبنى المحافظة خمسين متر بعيد عن مركز الثقافي الملكي ماشي ماشي ثلاث دقائق بس انا بعرف انه في درج الكرى الموجود هناك لقدينو السادة طارق احنا بنشجب ونستنكر حتى الحكومة السادة طارق الحكومة اهدفنا كشاعد انه نشجب العبارات اقول لك هاي عبارات يا جمان تقبر يا ردلوه والله ما اشجبه ولا الان البرد السفير بعيد للمواطن هذا يقول لك النجزاوي واللاخذ اللي السلطي بعيد لهم كرامتهم يقتر ضد درك بد احكي هذا الخط العريض اليوم سالح للمواطنين باقتعام السفارة ودوسهم اولك من كبير هم النبذ اللي علمهم السعر السفير نفسه دوسهم كالسراسير هذا عمر اقول لك لا حدوز لا حرتين السعب الوردن يهان على عرضه قمتك يا مالك انتم تجلبوا عشكالك سوفقا خد المعسي المجد الى الامة العربية الى امير رسول الله الرهوم عليها اما الموضوع الحكومة اخي الكريم احنا موضوع الحكومة قصير دين من الحكومات شكرا جزيلا شيخ ابراهيم يعني البعض يقول لك هي معادلة الكرامة والنفط يعني يجب كحكومة نكون متعقلين نفط عراقي مساعدات اقتصادية نحن جوعة بلد جوعة يعني لا بقس ببعض كرامة بعض المواطن لا يهم يعني المهم النفط يا اخي شو بدنا في الكرامة قبل هذا بدي احكي شغلها اليوم الدرك او الامن مسك واحد من جماعة عي اه يحمل شبرية واعتقلوا وسووا الكلام قانون قانون نعم اذا اذا احتفظت فهذا هو بعيد عن السفارة بعيد عن السفارة واحنا انا من الناس اللي اتدخلوا حتى اطلقوك احنا انا دخلت هاي فهذا بعيد طيب هما ما شافوا اللي في اه اش اسمه المركز الثقافي ما شاهدوا الجاء للقضاء ما شاهدوا هذه واحد اثنين عن حماية المواطن اه الجواز الامريكي حامل هذا الجواز تحت حماية الولايات المتحدة الامريكية فوق اي ارض وتحت اي سماء عيدها عيدها يا شيخ بسوط علي الجواز الامريكي حامل هذا الجواز تحت حماية الولايات المتحدة الامريكية فوق اي ارض وتحت اي سماء الجواز البريطاني ستدافع المملكة المتحدة عن حامل هذه الجواز حتى اخر جندي على اراضيها الجواز الكندي تتحرق نحرق اسطولنا من اجله من اجلك الجواز العربي عند فقدان الجواز تدفع غرامة مالكة ها؟ 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 عباس جواز هذه عباس هذا كان مسؤولا عن الخلايا النائمة في اوروبا ويقودها من فرنسا يتابع الحزب الدعوة الخلايا النائمة يعني مجرن الاصل وحتى الحكومة الاردنية شو خيرها؟ ثلاث مرات رفضته الحكومة الاردنية نفسها ثلاث مرات رفضته لاتصاله لهذه النقطة والاتصاله مع ايران لانه هو مباشرة تصالوا علاقته مع ايران بقولي عن معادلة النفط والكرامة سيدي الحكومة تفكر بمنطقة عقلانية هذه الحكومة ياخي شوية شباب والله والله اللي بي شو بيقوله اللي بيزوج القرد على ماله ها؟ بروح القرد بروح القرد وبيظل المال بروح المال بروح المال بظل القرد على حاله والله لا يمكن انه الكرامة تكون موازية لأي شيء لا يمكن مهما كانت لهم واذا حافظت على كرامتك ستأتيك الأموال وستأتيك من كل جهة ستأتيك الأموال وسيحترمونك الناس حتى عدائك سيحترمونك اذا بتحافظ على كرامتك اما اذا ما بتحافظ على كرامتك لو صار هذا الاعتداء على اي مواطن خليج الا تعلم ان الخليج بعطينا أموال وهو بدفع علينا انا حضرت جلسة للملك حسين في التسعين وكتبتها فيه على الفيسبوك الى اخرين مع الافنديين لصاروا كلهم وزارة بما فيه علي بالراغب ومحمد داودي والاخرين شاهدك انا حضرت جلسة عند ليلة شرف وكان يقول انه كان يطردوني الخليجيين الملك حسين هذا الكلام عشرة خمسة الف وتسعمية تسعين عشرة خمسة الف وتسعمية تسعين ان الوحيد اللي ما استمر في هذه الحالة وكلهم صاروا وزارة عرفت طيب